من واصل دراستنا من جزيرة باطموس رسالة بولوس للعبيد والسادة أيضاً بحسب رسالته لأفسوس خلينا ننتبه لعدة ملحوظات أول شيء في أيام الرمان في أيام بولوس الرسول كان أكثر من 60 مليون عبد يعني معظم الإمبراطورية الرومانية كانت عبيد شيء ثاني ملحوظة ثانية أنه لما بولوس الرسول بيكتب للعبيد والسادة العبيد كانت حقيقة واقعية موجودة في كل مكان فبولوس الرسول بيكتب مش عشان يعمل ثورة لتحرير العبيد ولا ليطيح بالإمبراطورية الرومانية لكن بيتكلم على حقائق موجودة كيف تتمثل بالمسيح وكيف تتعامل خلال أو إزاء هذه الأمور فبيكتب قائلاً أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بيستمر قائلاً بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح خلي بالك أنه العبيد كانوا في كل مكان لم يكن العبد شخصاً لكنه شيئاً يعني كان فيه شيء اسمه سوق للعبيد كان الشخص يروح يشتري عبد بحسب احتياجه إذا للبيت إذا للحقل إذا للكتابة أو لأي شيء آخر أيضاً حياة العبد كانت حياة حزينة كئيبة مخيفة في تلك الأيام مثل ما ذكرت لم يكن شخص بل شيئاً لكن من ناحية أخرى العبيد خدموا في كل المستويات مش بس في البيوت في الأرض في الحقل في إقامة كل شيء لكن في عبيد كان في القصور كان منهم سكرتاريا كان منهم أطباء كان منهم مهندسين وفي وظائف عالية جداً لكنه عبد ومنهم أصدقاء للأباطرة لكن من ناحية أخرى ندرك أن العبد شيء لأنه إذا أراد السيد أنه يتخلص أو يقتل أو يزيحه ما فيش أي مشكلة بالنسبة للسيد لسيد